أطلقت مدرية الصحة في باني سويف الحملة التنشيطية لتنظيم الأسرة لتقديم خدمات الصحة الإنجابية بالمجان في كافة مدن وقرى المحافظة والتي يتم تنفيذها على مرحلتين حيث يتم التركيز على قرى مبادرة الرئاسة حياة كريمة وقد قالت مدرية الصحة باني سويف إنه يتم صرف وسائل تنظيم الأسرة عن طريق الوحدات الثابتة والمراكز الحضرية والمستشفيات العامة والمركزية وأيضا مراكز رعاية الأمومة والطفولة وذلك من خلال العيادات المتنقلة لتقديم الخدمة في المناطق النائية حملت تنظيم الأسرة حق اجتنظمه اعتبرا من 13 فبراير حتى 24 فبراير مرحلتين مرحلة أولى إدارة الوسطى ناصر هنسيا بيبة المرحلة الثانية إدارة باني سويف الفاشن سومسطة بتستهدف المرحلة الأولى 110 وحدة ثابتة وتسع عيادات متنقلة المرحلة الثانية 92 وحدة ثابتة وست عيادات متنقلة بيتبقى فيها طبعا كل الوسائل بتاعت تنظيم الأسرة إلى جانب صحة المرأة والصحة الإنجابية عمتا بنعلمهم فيها ندوات بيبقى فيها معارض نواجي مرأة بيبقى فيها يعني أي خدمة السيدة بتحتاجها